التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة باستمرار العمل على برامجها للدعم ذوي الهمم كما وجه الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة بمركز المنارة بتخصيص عشرة مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف كتمويل إضافي وحول الأوضاع في قطاع غزة شدد الرئيس السيسي على حرص مصر على التخفيف عن أشقائنا في قطاع غزة في ظل الأزمة الراهنة وأضاف الرئيس السيسي أن مصر حرصت منذ اليوم الأول للعدوان على غزة أن يكون معبر رفح منفذا لدخول المساعدات معربا عن أمله في التوصل إلى هدنة في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة وتقديم إغاثة حقيقية لأهالي القطاع وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة واستهدفت قوات الاحتلال مناطق بدير البلح وخان يونس ورفح ومدينة غزة ما أصفر عن استشهاد وإصابة العشرات من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة سبعة آخرين بجروح خطيرة في معارك بحي الزيتون ومدينة خان يونس بقطاع غزة تستضيف موسكو اليوم اجتماعا يضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية ومن جانبه أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض الملكي أن حماس تدرك ضرورة تشكيل حكومة تكنقراط في الأراضي الفلسطينية بدلا من ائتلاف يضم الحركة مشيرا إلى أن الوقت لم يحن بعد لتشكيل حكومة تكون حماس جزءا منها لأنه ستتم مقاطعتها أقر وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعضو مجلس الحرب يواف جالنت بأن الأثمان التي يتكبدها جيش الاحتلال في أعداد القتلى والجرحة باهظة وشدد جالنت خلال مؤتمر صحفي على الحاجة لتمديد خدمة العسكريين وتمديد خدمة جنود الاحتياط مشيرا إلى أن إسرائيل لم تشهد مثل هذه الحرب منذ 75 عاما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنرواء أن ما يجري من منع للمساعدات في قطاع غزة خطير وغير مفهوم وخرق للقانون الإنساني الدولي وطالب المستشار الإعلامي للأنرواء إسرائيل بفتح المعابر والإسرائيلي في عمليات التفتيش مشيرا إلى أن ما يشهده القطاع وصل إلى حد الكارثة خاصة في شمال قطاع غزة تختتم اليوم فعاليات الحوار الاقتصادي بمناقشة محور العدالة الاجتماعية واستجابة لدعوة الرئيس السيسي انطلقت جلسات الحوار الاقتصادي ضمن الحوار الوطني بحضور ممثل الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين في المحاور التالية التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، العدالة الاجتماعية